سيد محمد بن ثامر الكعبي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية والسيد خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة لمشروع مطار البحرين الدولي لرؤية مشروع توسعة وتحديث المطار والذي يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في مملكة البحرين جولة للضيف الإماراتي وفريقه عند الوصول ابتدأت هنا في مطار البحرين الدولي كأفضل مطار دولي جديد على مستوى العالم لرؤية تفاصيل الحداثة التي تسكنه وتبيان حقيقة الإجراءات السلسة المقدمة للمسافرين في إطار الشراكة الثنائية والتعاونات الفاعلة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يبرز الدور الهام والحيوي الذي يؤديه صندوق أبوظبي للتنمية من نافذة الدعم المالي الذي يقدمه للبحرين والذي يتم توظيفه في عديد مشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة ولعل من أبرز تلك المشاريع التي حظيت بدعم ومساندة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية هو مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي استكمل فيه مبنى المسافرين الجديد بمساحة تصل إلى 210 ألاف متر مربع وبطاقة استعابية تزيد على 14 مليون مسافر سنويا المطار طبعا واجهة حضارية واحد المشاريع البنية الاستراتيجية في مملكة البحرين ونحن نحب أن نضع سعادته على المشروع وما يتضمن المشروع من بنية تحتية ومن مرافق في المطار استحق على أثر أن الفوز بأفضل المطار حديث أو جديد في العالم كان من المهم أيضا أنه للطلاع على حجم المطار والتوسعة التي تمت للطلاع على القاعات والمرافق التي في المطار والخدمات التي تقدم إلى المسافرين وللأمانة أبدأ سعادة المدير صندوق أبوظبي أرتاحه لما شاهده وأثنى على الجهود التي بذلها فراق في إنشاء هذا المطار زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية إلى مطار البحرين الدولي بحلته الجديدة جاءت لرؤية ما تم إنجازه فعليا على أرض الواقع الملموس ولمشاهدة معالم الحداثة التي تسكنه لكونه من أكبر المشاريع الاستراتيجية في مملكة البحرين والذي يهدف إلى دعم قطاع الطيران والارتقاء به بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على القطاعات المساندة مثل السياحة والتجارة والنقل وهو ما يشكل رافدا مهما للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة التي تواصل الحكومة تنفيذها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للأمانة هذا المشروع تم إنجازه على آل المستويات راح يخدم اقتصاد المملكة بشكل مباشر عن طريق تنمية طبعا القطاعات السياحية راح يخدم المسافرين نحن كصندوق أبوظة بالتنمية علاقتنا مع مملكة البحرين علاقة تاريخية وقديمة بدأنا من عام 1974 هذه العلاقة امتدت مولنا فيها العديد من المشاريع البنية التحتية دعم مالي خصص لصالح النهوض بمجال الطيران المدني في البحرين وهو ما طرأ وحل على مطار البحرين الدولي ليحصد الجائزة المقدمة من مؤسسة سكاي تراكس للمطارات العالمية كأفضل مطار جديد في العالم لهذا العام لتلفزيون البحرين محمد رشادات